كيف زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا نعمل مجموعة من الحلقات اللي بنتكلم فيها معلومة جديدة كل يوم معلومة جديدة عن بورج والنهاردة هنتكلم عن بورج مهم جدا في التشانل وبورج الفيوز تاعته عالية جدا فعشان كده هو من الابراج اللي دايما هنتكلم عنها على طول هو بورج العزرة هو بورجي يا جماعة لو انت امار تابعوني كالعادة لو امار تابعوني فليس تشتركوا في القناة والتابعوني على الانستجرام وعلى فيسبوك وعلى اليوتيوب طيب ايه بقى النهاردة لالسر الي عايزين نقوله عين بورجي العزرة ؟ المعلومة الجديدة الاسر الجديد نقوله عين بورجي العزرة هو ان بورجي العزرة لو انت متعرفووش كويس هتتهموا بالغرور اوها هتتهم ان هو التنك او هتتهم انه اخيد مقلب في نفسه او تتهم انه شايف نفسه، وهاقولوكل دلوقت ليه43 او هتسترخيمه، مش طيقه كده الي هو ايه الخيمده ايش أخص الرئيمده وانا كمان كده اجمع انتخيلوا يعني شوفو انتو بتحبوني او انا عندي فانس كتير بس انا يعني وحد بتعمل معي بيرسنالي هيقول علي رخمة في البداية على فكرة حتى لما يقابلوني يعني انا بتقال علي رخمة ليه بقى؟ علشان بورج العزراء في مشكلة رهيبة جدا انا هحكيها لكم حتى كان دايما بتواجهني وانا صغيرة مع صحاب اختي صحاب مامتي كان دايما يعطيوا لي راشا دي مغرورة راشا دي تنكة راشا دي واخدة قلم في نفسها راشا دي شايفة نفسها قوي راشا دي ايه ده وكانت اختتي تجيكقول على فاكرة صحابي بيقول علي كنتينتنى من غرورة مع ان انا مش كده يعني فاقولوك اللي بورج العزراء بورج خجول جدا جدا ما بيبحبش يتكلم مع الناس المعارفهواش يعني انا كراشا او كبورج العزراء مابنحبش نتكلم عى ناس َون بنعرفهواش يعني ما بنعرفش كده ناخد علي الناس بسرعة فبالتالي لازم ناخد وقتنا ويتو بورج العزراء من الابراج الشككة جدا يعني عندنا شك. فبالتالي دائما شكك ان الشخص قدامك ده وانا لسه اكتشافتك عشان اخد عليك وعشان اهصل معك. فبرج العزراء من الابراج اللي مش بتدي فرصة بسهولة. يعني انت عشان تقرب مني لازم تثبتلي اني التحدي كويس. فبالتالي لما بكون انا وحد ما عرفوش لقوني قاعدة سكتة. فبسمع. فهما بالناس بتعتقد ان الهدوء او السكوت ده يهو يعني نوع من انواع الغرور. بس لما يقربوا منهم وبتكتشفون برج العزراء ده برج طيب جدا ابعد ما يكون عن الغرور. يعني برج العزراء من الابراج المتوضعة جدا 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 جدا. بس فعلا صدقوني دايما بتقال عليه مغرور او شايف نفسه او شايف حاله او تنك. اه وكمان عشان برج العزراء من الابراج الوثقة في نفسها جدا. هو مش يعني مش زي برج الاسد بتكلم عن نفسه كتير. العزراء مكلمش عن نفسه كتير. بس هو وثق في نفسه جدا. ووثق في كلامه ووثق يعني هو من الابراج اللي عندهم فعلا انطقة قوية جدا جدا في نفسهم. طيب ايه كمان لازم تعرفه من برج العزراء هو ان هو بياخد وقته يا جماعة برج العزراء بطيء فلازم لما تيجوا تتعامله معاه ما تحكموش عليه بسرعة ادوله وقته عشان تقدروا تحكمو عليه بالعكس هو شخصية لطيفة طيبة جدعة جدا جدا بس مع ناس اللي هو بيحبها يعني هو عنده العزراء من نوعية الابراج اللي عنده يا بيض يا اسود ما فيش رمادي يعني ما عندهوش رمادي بس فبرج العزراء من الابراج اللي اتهموا بالغرور ده لا ينتهي يعني دايما هيتقال عنه وغير كمان هم الابراج اللي مش يعني فيه ناس كده تلاقيب على طول او ما يعرف حد يقضي يهزر معاه ويقضي يتكلم معاه ويدردش معاه ويدحق ويدحق معاه لا العزراء مش كده بفعلا ممكن يكون زيه كده الجدي برضو مثلا الجدي من الابراج التي تتهم بالغرور لان هم بيتكلمش كتير التور كمان التور بيتهم بالغرور لان بيتكلم على نفسه كتير بقى لا التور بيتكلم على نفسه كتير بس يعني التور برضو من الابراج اللي بيتموها بالغرور بس هم مش مغرور خارص برضو ففيه لا العزراء مشكلته زي ما قلت الخجل الشديد جدا عشان كده يعني لو انت تهلس متعرف على العزراء تأكد انت واخد عند النطبقة غلط لانه دايما بتظلم في اول امبراشن عنه وانه هو ده متقيل ورخم بس اول ما هيبدأ يعرفك وهتدخل في الكمفرد زون بتاعته هتكتشف شخصي جديدة هتكتشف شخصي اللي هو انت هتتصدم اللي هو ايه ده هو ازاي ده مخفيف كده ايه ده ازاي هو عسل كده ازاي هو طيب كده ازاي هو سبورتف كده فالعزراء ادي لوقته قبل ما تحكم عليه لانه هو شخص بطيء جدا جدا بطيء في اخذ القرارات بطيء في الاعتراف بطيء في الكلام يعني استحملوهم يا جماعة بس هم مش مغرورين خلاص يعني الاتهام في الغرور هو اتهام باطل 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 فهم من الابراج الاكثر طيبة والاكثر تواضعا اه بس يا جماعة بس ده تحدي يعني انا كراشا مراد قررت اتحدى اي حد تفرج على الفيديو ويكتب لي تحت كلام ده صح ولا لا هل اتهمت قبل كده ان انت شخص مغرور في اول ما بتعرف على حد ولا لا ودايما بيبقى عندك المشكلة دي قولولي الكلام ده هصلكوا وعنيتوا منه في حياتكوا ولا لا انا كراشا عنيتوا منه كتير قوي من وانا صغير حتى ان انا كنتش بتحبقى وكنت تايما بوتوهم ان انا رخمة ومغرورة وشايفة نفسي ويعني ليه يعني على اي يعني بس على اي لأ طبعا انا عندي ثقاف نفسي قوي جدا جدا باشكركم يا رب الفيديو اللي يكون عجبكم عمالة شاء اللي اي حد بتعلمها بورج العزراء اهو بورج العزراء بلايس ما تنسوش تابعوني على الصاشة الميديا على استجرام وعلى فيسبوك كمان في بوينت بس عزا ونهلكون العصراء من نوعات الناس اللي بيهتم اقوي بشكلها يعني هو بيهتم بشكله بيهتم تقلقه بيهتم بنظره فبردو الناس ممكن تكون اه بتشوفه من كترة اهتمامه بنفسه ان هو بقى شايف نفسه قوي اهو دي برضو نقطة مهمة يعني